السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله بإذن الله هنبتدي مع بعض منهج الساينس بتاع برايماري وان او جونيور وان او جريد وان هنبتدي منهج الساينس بتاعهم من اول اللي خدوه من الكيجي لحد ما وصلوا لبرايماري وان لان الساينس بيتراكم عليهم كل سنة وكل جزء ايه هم شغالين فيها بتبتدي تزيد جزء او تزيد حتة كل سنة فاحنا لازم نكون من ملمين بكل الاجزاء دي فان شاء الله انا هاعرض عليكم في الفيديو دوت المنهج الكامل بتاع الساينس ولو اللي حابب ان احنا نشتغل الساينس بقى بكل التفاصيل الموجودة في المنهج بحد دلوقتي يحطني لايك على الفيديو عشان ان شاء الله اول ما توصل اللايك للميت لايك هبتدي ان انا اشتغل المنهج درس درس تعايني نعرض كده واحدة واحدة المفروض ان اشتغل في مجموعة حاجات اللي هي سنيعا كده اللي هي كل الحاجات كل الحاجات اللي جتلهم في المناهج قبل كده اللي هي اجزاء النباتات والمهام بتاعها الفانكشن بتاع كل بورت تمام وبعد كده هتكلم عن البلانت ك Living Things على اسم ان هي شيء حي وهاي اخد كمان Life Cycle بتاعتها اللي هي دورت حياتها وهتكلم عن الانيمل ازاي ان هي بتكون Living Things تمام وازاي ان هي بتكون في Animal Adaptation اللي هو التكيف في الحيوانات بيكون ازاي ان شاء الله تبقى للمناهج اللي هي نظرت في ال Discover تمام هتكلم كمان عن ال Habitat بتاعتهم البيئات بتاعتهم بيعيشوا فين Where do this animal leave بيعيش فين الحيوانات دي وهنتكلم عن ال Ocean والJungle والSavanna وهنتكلم عن ان فيه Forced وفيه حيوانات بتعيش في السي في البحر يعني عندي Sea Animal عندي Wild Animal كل الحاجات اللي جتت معيهم وبعد كده هنتكلم عن Our Buds عن اجسامنا بتتكون من ايه وايه البورت بتاعتها وازاي بنستخدمها I can see with my eyes I can test with my tongue I can touch with my hand تمام وعندي ايه اجزاء عندي One Head I have one head I have two eyes I have one tongue I have many teeth تمام هنتكلم عن البادي بتاعنا عشان ده بيكون اساس للجاي بعد كده اللي هو الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بسانة ربعة بلك هنتكلم عن الماتيريال عندي بلاستيك عندي فابريك الحاجات دي خدوها في الكيجي عندي Wood عندي Metal معدن وكمان الحاجات دي بيطلع منها يعني بلاستيك بيتعمل منه حاجات كده بعمل Made of بعمل منها مثلا Toys, Glass بعمل منها Cub المتال المعدن بعمل منه كي بعمل منه أشياء كثير عندي مثلا البيبر الورق بطلع منه نوتبوك بطلع منه أكياس ورقية والفابريك الهو القماش بعمل منه سكيرت بعمل منه T-shirt كل الحاجات دي هناخدها مع بعض وكمان هنتكلم عن Weather والSeasons اللي هي فصول السنة ومين فيها بيكون ساني ومين بيكون ويندي وهي الحاجات اللي احنا ممكن نرتديها في الأوقات دي اللي هو What the weather like today الجو النهاردة عمل ايه هتقولي It's sunny The mushrooms It's raining The monitor تمام أو الدنيا Cold It's cold الجو بارد حاجات دي كلها لازم يدريتها وكمان هنتكلم عن Light and shadows اللي هو الضوء والضل بما اننا هنتكلم عن الجوزء ده كان موجود في كتاب KG2 بتاع الترمي التاني وكلمنا عن Sun والShadow اللي بتعمله وكمان هنتكلم عن اللي هو Flutter Sync اللي هي الحاجات اللي بتغطفو والحاجات اللي بتغوص دي كانت موجودة كمان في KG2 الترمي التاني وعندي كمان Push والPull زي يعني ايه ادفع ويعني ايه اسحاب كل ده كان موجود في الDiscover السنة اللي فاتت وكمان لازم يعرف الفرق ما بين الReduce وReuse وRecycle الحاجات دي خاصة بالEnvironment وكلها كانت موجودة في كتاب الDiscover وكل ده المنهج بتاع الساينس اللي هو خده يعني اتكلم عن الPlanets عن النباتات وازاي انها بتكون لها Borts وFunction لها وظيفة واجزاء وازاي انها بتكون Living Things ورابي حاجة هيتكلم عليها ان هي لها Life Cycle دورة حياة وهنتكلم عن الانيمال ونقول ان هي زي Living Things وهي كمان لها Adaptation تكيف لحيوانات معينة وهنتكلم عن الPorts في الانيمال كمان كل حيوان ده اجزاء وهنتكلم عن Our Buds بتاعتنا والLife Cycle أو Life Stage في يومن وهنتكلم عن الWizard والSeasons والSun والMoon والMaterial والEnvironment والبيئة زي ما شوفنا اللي محتاج ينشرح ان شاء الله منهج الساينس بالكيفية دي اعطيبكم للمناهج بتاعتهم عشان ابقى بأسس الساينس سنة سنة يحطني لايك على الفيديو دعوة حلوة عشان لو وصلت ان شاء الله اللايكات لمية لايك هبتدي على طول شرح منهج الساينس لجريد وان وكل سنة ان شاء الله نطلع فيها مع بعض نلم من منهج بتاع الساينس كله في فيديو واحد بحيث انت تكوني لما كل حاجة زي ما هتلاقي ان شاء الله فيديو للماز بتاع جونيور وان أو جريد وان الترم الاول كاملا مش هترجع لأي فيديو تاني وهو ده المنهج قد يكون انت شايفاه بسيط بس النصطلحات الزغانطات اللي فيها تفرق معاه جدا جدا ان شاء الله باذن الله انا شغالين طبعا في كتاب الديسكوفر عادي في شرحه وشغالين في الكونكت بلاس ان شاء الله وشغالين في الكونكت فهلا وانتو محتاجين الساينس ان شاء الله منفصل حطولي لايكات عشان ابتدي فيه واني خليني شغاله في المنهج زي ما انا ولحد ما الفيديو يوصل لمية لايك ان شاء الله هنبتدي فيه باذن الله ولو استفدت من الفيديو بسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب والسلام علي